إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم رح نشارك معاكم محكرونا بصلصة الطماطم والبيضنجال محكرونا سهلة ولذيذة ونوجدها في وقت قياسي إذا أجبتكم ديروا لعايك واشتركوا في القناة وإذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد والآن بلا ما نطول عليكم رح ندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير مع بعض هنا عندي تنجرة فوق النار درت فيها الماء يغلي ودرت له حوالي نصف ملعقة كبيرة من الملح هنا رح نغلي هادوليبات أنا اخترت هاد النوع وانتم مختاروا النوع المتوفر عندكم في المنزل رح نغلي هادوليبات من ثمان إلى عشر دقائق ونعودوا نرجعوا نشوفوهم مع بعض وفي نفس الوقت خضيت مقلات رح ندير فيها حوالي الثلاث ملاعق كبيرة من الزيت هنا رح نبدأ ونديروا صلصة طماطم يعني سريعة هنا عندي حوالي أربع فصوص من الثوم مهروسين هنا رح ندير أربع أوراق من الرند ورح نبدأوا في تقلية الثوم في الزيت الساخن وبمجرد ما تظهر الرائحة تاثوم رح نفرغوا أربع حبات من الطماطم كنت انزعت لها القشور وقطعتها مربعات متوسطة الحجم مباشرة رح نتبلوا المزيج بالفلفل الأسود والملح وهنا درت حوالي الزج ملاعق صغيرة من البابريكا وللفلفل الأحمر الحلو هيا رح نقلوا شوية هذيك الطماطم ورح نحط الغيطاء ونخلوها الطيب حوالي عشرين دقيقة على نار منخفضة في نفس الوقت هنا يعني لبات التوعي راهم في نص الطيب رح نزيدوا لهم شوية ونطفيوا عليهم هنا بعد مرور النصف الوقت حبيت نوري لكم فقط يعني الطماطم هذيك تلقت كامل هذيك المتحة يعني لازم نديروا الغيطاء ونخلوها على نار قليلة جدا هنا فيه منتصف الطهي ورح نكملها الزج دقائق الأخير هنهيليك هذيك سلسة الطماطم يعني رحي طيبة في هاد الوقت كنت صفيت هذو كليبات همليك رح نديرهم في سلسة الطماطم رح نخلطو مليح مليح حتى يندمجو كل المكونات وتوجوه لما تصفو الماكرونة تعكم احتفظو بماء السلق لانه رح يكون غاني بالنشويات واذا احتشتو فيه العصاص يعني رح نضيفه منها رح نضيف حوالي ملحة ملحة كبيرة فقط لانه الطماطم بتاعي هذي كانت غنية بالسوائل وانا حبيت نوري لكم فقط الماراق يعني شوفوا الماراق تعيرها خفيف بعد رح نوري لكم كيفاش رح يولي بعد مرور خمس دقائق هنا رح ندير الغيطاء ونخليها تشرب كامل هذي كلاسوس بعد مرور خمس دقائق اهنا كانوا عندي يزوج حبات عبيت النجان قطعتهم مربعات كبيرة ودرت لهم الملح وقليدهم في الزيت يعني رح نضيفهم خمس دقائق الأخيرة فقط رح نخلطوا المازيج ورح نخللوا كامل النكهات يعني يدخلوا في بعضهم البعض يعني هذيك الطماطم هذيك الماكرونة هذيك البلتنجان كامل يشربوا من نكهة من بعضهم البعض رح ندير الغيطاء ونخليهم خمس دقائق ورح تكون هذه الماكرونة جاهزة رح نقربوا الصورة قليلاً رح نشوفوا المرقة داعي كيف شولت ما شاء الله رح نضيف لها حوالي ملعقة صغيرة من هالزبدة أنا حبيت نضيفها في النهاية ومدرتهاش في البداية هكذا باش تبقى النكهات تحى ورح تمدنا ذوق جميل لهذه الماكرونة هنا قطعت شوية مع دنوس وضفتها من الفوق وهنا تكون انتهت الوصفة وإذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء وفي الأخير ما بقى لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً لكم